موسيقى طباح الخير على جميع متابعين بداية يوم جديد وبداية حلقة جديدة من صباح الشرقية كنتم نتمنى لكم يوم حلو ومثمر بإذن الله صباح الخير رولا يسعى صباح الشهد ويسعى صباح كل مشاهدين يوم جديد وأمل يتجدد وبداية يومكم يارا بتكون ملينا بالخير والبركة حلقة جديدة منوعة بيها الكثير من الفقرات اللي تخص كل بيت عراقي خلينا نبدأها بأهم العنوية يساعد العمل التطوعي على إكساب الشخص مهارات جديدة ومميزة وبخصوص هذا الموضوع طرحنا سؤالنا لليوم واللي هو هل تؤيد العمل التطوعي في بعض المنشآت أو المصانع والشركات المعتمدة لزيادة مهارات العملية وما هي المهن التي تمنحك التطور ملحوظ في مستقبلك العملي كيفية توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتوثيق المنتجات الفاخرة هذا ما رح نتعرف عليه من الكاتب والخبير الاقتصادي سائد الزين مباشرة من لندن من الحرفة إلى مهنة ومشروع ناجح لتصميم الأزياء وخياطة العبايات بطريقة مميزة المصممة بشرة تتألق بتصاميم عربية فريدة في تركيا أبرز الطرق للإدخار الأموال سيحدثنا عنهم من استوديو أربيل نادر سعدون مستشار تأسيس وتطوير أعمال الإدخار والاستثمار كيفية توظيف وفي البطرة إقامة دورات تدريبية لتعليم البرمجة الصورية وإنشاء الروبوتات الذكية لتطوير مهارات الطفل واستثمار العطلة الصيفية لترقية وعيه الثقافي أما الأخبار المنوعة لليوم عواقب غير متوقعة لسائح بريطاني نقش اسمه على مذل عمره 2000 عام في إيطاليا وفي جنوب أفريقيا أول إمرأة صماء تفوز بلقب ملكة الجمال وباقي التفاصيل أكيد رح نتعرف عليها بحلقتنا لليوم ومن العلاوين أكيد ننتقل إلى سؤالنا التفاعلي لليوم واللي هو مهن تطبح للعمل بها كمتطوع لكسب الخبرة ولماذا؟ أكيد الكيو آر كود الظهر عزكم على الشاشة ومشاهدينا تقدرون تستخدموا علامة تنتقلون إلى صفحة قناة الشرقية على الإنستجرام وتشاركونا آراءكم وأكيد رح نقراها خلال الحلقة أكيد طبعا منتظرين تعليقاتكم وكل آراءكم على الكيو آر كود مثل ما ذكرت شهد ولكن قبل لنروح لحلقتنا ونبدأ حلقتنا لنروح نشوف حاطة الطقس والأجواء في عموم العراق قالوا على أساس بالأخبار أنه 40 يوم والصيف يخلص هتتوقعين هذا الشيء؟ نحسبهم يوم 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 نحسبهم يوم يوم نبدأ حالة الطقس من بغداد درجة الحرارة اليوم في بغداد 40 درجة مئوية مشمس من المتوقع أن يكون غد 44 درجة مئوية أيضا مشمس وبعد غد 45 درجة مئوية مشمس أقصى درجات الحرارة من الممكن أن نتصل في بغداد إلى 44 درجة مئوية والموصل درجة الحرارة اليوم في الموصل 39 درجة مئوية مشمس من المتوقع أن يكون غد 40 درجة مئوية مشمس وبعد غد 43 درجة مئوية أيضا مشمس أقصى درجات الحرارة تصل اليوم في الموصل إلى 41 درجة مئوية والبصرة درجة الحرارة اليوم في البصرة 44 درجة مئوية مشمس من المتوقع أن يكون غد 46 درجة مئوية مشمس وبعد غد أيضا 46 درجة مئوية مشمس أقصى درجات الحرارة تصل اليوم في البصرة إلى 48 درجة مئوية واختامها مع أربيل درجة الحرارة اليوم في أربيل 39 درجة مئوية مشمس المتوقع أن يكون غد أربعين درجة مئوية مشمسوا وبعض غد ثين وأربعين درجة مئوية أيضا مشمس أقصى درجات الحرارة من الممكن أن نتصل في أربين اليوم إلى أربعين درجة مئوية كانت هذه حالة التقس في عموم العراق هي حارة، لكن إذا أربعين يوم نقدر نتحمل أربعين يوم درجة حرارة أربعين يعني واحدين كمين نقدر يتحمل شوية تبدأ تنزل لو رح تصير زينة؟ هي رح ترتفع لأيام القادمة ولكن تبدأ بعد الارتفاع أنه الماكسيمم يصير بعدها شوية شوية تصير تدريجيا تقس حلو يلا يا الله ندخل في مراحة الخريف بإذن الله عندما يكون العمل التطوعي رحلة ممتعة وتجربة تنزج ما بين مشاعر الإنسانية وقيم تحقق الفائدة لكافة أفراد المجتمع حينها ينعكس ذلك على المتطوع نفسه بحيث يجعله يرتقي بمهارات شخصية وقيم أخلاقية ومعرفة علمية أيضا ولهذا فهناك العديد من الأشخاص يلجأون دوما للتطوع في أفخم الشركات والمصانع وأفضل أنواع المنشآت بهدف نيل الخبرة والمعلومات الكافية التي تجعلهم أقرب إلى تحقيق طموحهم ومعرفة كيفية العمل واستغلال ذلك من أجل صق لمهنتهم ومن هذا الموضوع حبينا نطرح سؤال حلقتنا لليوم واللي يقول هل تؤيد العمل التطوعي في بعض المنشآت أو المصانع والشركات المعتمدة لزيادة مهاراتك العملية؟ وما هي المهن التي تمنحك تطور ملحوظ في مستقبلك العملي؟ خلينا نشوف استطلاع من بغداد مع ذين صباحكم الله بالخير مشاهدين الكرام أينما كنتم مشاهدين القناة الشرقية وبرنامج صباح الشرقية سؤال استطلعنا لهذا اليوم هل تؤيد العمل التطوعي في بعض المنشآت أو الشركات أو المصانع لكسب الخبرة؟ وما هي المهن التي تطمح تطويرها في مستقبلك العملي؟ خليشوا في الناس وأراهم فعليكم الله مشاهدين الكرام أينما كنتم وخليكم ميانا صباح الخير صباح النوم صح الله يسلمك الحمد هل تؤيدين العمل التطوعي في المؤسسات أو المنشآت أو المناشئة بصورة عامة أو الشركات؟ التطوير المجاني لكسب الخبرة أو تطوير المهارة العملية؟ أكيد طبعاً أنا مع هذه الفقرة لأنه إحنا من نتخرج نحتاج شيء ينمي الشيء لدرسنا تعرف إحنا أغلب كلياتنا وأغلب الطلاب صورة عامة يقضون الدوام مونسي فما راح يكتسبون الخبرة من الكلية بس بالعمل راح يكتسبون الخبرة خاصة مجاناً حتى من يقدم على وظيفة أو يطلع على تعيين هو عند الخبرة الكافية اللي يتخليه يشتغل صح يعني خطوات صحيحة شلو المهن اللي تحبين تطمحين أن تتطور في مجال العملتش المستقبل؟ يعني أنا كشغلتي التصوير لأن أنا اعتبرها رسالة يعني أرسل صورة حب بين أشخاص اثنين بين عائلة يعني هي صورة كاملة هاي راح تفقى طول العمر فأتمنى أنه يتطور أكيد بالمعدات بالتنمية بالتغذية يعني بالدراسة الصحيحة لأنه التصوير كان كمصورة التصوير من فقط دقما وزروا بس لا يعني هو دراسة كلش واسعة أنا صالي خمس سنين مصورة وبعدني نقطة بحر بهذا المجال يعني كل يوم دا أكتشف شي جديد بالتصوير أقول عني وين شنت عني شنت أسوي حكم مجال يعني كالصيدلاني إحنا أغلب سادلة منتخرج تمام الروح تطوعية نشتغل بصيدليات مجانا مجانا تمام لمدة دخل نقول من ثلاثة شهر إلى ممكن توصل سنة ياش تاخد خبرة تاخد خبرة تفتهم السيستمار صيدلي شون يصير تستهم طام أنه أنت تطوع مجاني في سبيل كسب خبرة طيب طيب سؤال ثاني يقول شن المهن اللي تحب تطمح لها تطمح أنه تطور في مستقبك العملي يعني صيدلاني بس أشتغل يعني ميديكا ربزنتاتف اللي هو منذوب طبي للشركة تمام آآ بركة تدوية آآ هي تجي تدرجيا يعني احنا كمنذوب بعدين تيمليدر سوبرفايزر ايري مينيجر تمام فكذا صراحة في يوم لأيام أطمح أنه أكون ايري مينيجر تمام داخل عراق إن شاء الله يعني أول شي هو واحد واحد ما يتخرج بشكل عام بسبب هاي الأعداد الهايلة اللي دي تتخرج بشكل عام والقطاع الحكومي هو فرص تتقل سنة بعد سنة فالواحد لازم أول ما يتخرج يشوف نفسه بالقطاع الخاص حتى يدخل للقطاع الخاص لازم يكتسب خبرة وحيكتسب يطوّع العام مجان نعم يشتر تطوّع مجان يعني أنا بالبدايات قبل كم سنة يشتغلت تطوع مجاني كنت بالتطوع؟ أكيد أكيد هو بالبدايات كنت يعني بالكامبينغ سواء التفاصيل كان توزيع لموينتك؟ أنا طبيب فكنا دائما نروح ويا الانجيو لعدة مقانات وهالتفاصيل كنا نبحث الناس نوجههم إلى مستشفيات أو تفاصيل يعني كنا ويا الواجيو وهالتفاصيل صباح صباح النور صح الحمد لله تمام هل تؤيد العمل التطوعي في بعض المنشآت أو الشركات أو المصانع لكسب الخبرة يعني عمل يكون مجاني؟ أكيد طبعا يعني أنه عند أنت يعني تخرجت السنة لنفرض بأي مجال يعني بأي مجال لازم أنه يكون عندك إكسبرينس هذا الإكسبرينس الخبرة يعني بالضبط الخبرة هي تفتح لك مجال هايرينغ يوظفوك فإنه أنت يعني إذا أنه أنت بس تخرجت بس على ضوء الدراسة اللي دارستها بالجامعة فأكيد يعني أنه ما رح يوظفوك على بس مجرد أنه أنت تخرجت وريفر أنت شن الإختصاص مالتك إذا كان هندسة إذا كان طيب طبع أسنان نيرسينج أي إختصاص إن كان فأكيد يعني أنه لازم يكون شيء فلنتير تطوعي أنا أروح أكسب خبرة وهذه الخبرة أكيد يعني حتسخني حتفتح لي عدة أبواب يعني في سبيل أنه يعني يعني أني يكون عندي فرص أكثر بالنسبة للتقديم من أنه أنا أروح أقدم على شركة أو على دائرة حكومية أو على قطاع خاص أو يعني وريفر أنه أنت شن إختصاصك أكيد يعني من تكون هستوك أنه أنت متخرج لازم أنه تحتاج لحياة عملية حتى تصور عندك فد خبرة فد نظرة تجاه هذا العمل أنا مرة من المرة يعني شن الداخل بفرد ورشة استاذ قال النحجاية أنا كل شباكتهاي طبعت بذيني أنه أنت أول ما يتخرج لو تعرف أنت تطفلوس لم تشتغل ليش حتى تأخذ خبرة تعرف العمل شنو اللي تعرفته العملي مو مثل النظرية أنت دراستك نظرية بالعراق ومعدك فلش شي عملي أنت تتخرج أنت لازم أنه تكون إليك فد نظرة لازم تدخل بجو العمل تطبق عمليا أنه أنت تطفلوس أنت تطفلوس ليش لأن أنت باشر عقبة إذا أجدتك فرصة ممكن أن تقدر تستغلها بينما إذا أدك ما أدك خبرة أو مؤهلات إذا أجدتك فرصة ما رح تقدر تستغلها أصلا والفرصة تيجي مرة بالحياة شنو المهن اللي ممكن تطمح أنه تطورها في مستقبلك العملي يعني حاليا هي يعني تعرف العراق ده يتجه نحو التطور المالي نحو العملات الرقمية والمؤسسات المالية فإن شاء الله يعني إحنا مقبلين على خطوات جيدة إن شاء الله فإن شاء الله فإن شاء الله فهي شي خير للكل إن شاء الله تمنع الرشوة وتمنع التزوير وإن شاء الله تكون قد المسؤولية بالتجاه العملة الرقمية والمؤسسات المالية على قدر المسؤولية إن شاء الله اشتركوا في القناة طبعا شكرا لكل الأشخاص اللي شاركوا بها هاشتاك حلقتنا لليوم وشكرا لكل الأشخاص أيضا اللي شاركوا باستطلاع حلقتنا مثل ما شفنا الكثير من الناس يحبون إنه يستطيعون العمال التطوعية لتطوير من أنفسهم مثل الأشخاص اللي يعملون بمجال التسوق التسويق عفوا والبعض الآخر اللي يشتغل بالتصوير فدائما هذه سكترات أو هذه الأماكن في العمل في تطور مستمر فلازم يكونون بصورة ولازم يروحون لهذه الدورة طبعا نرجع ذكر المشاهدين بهاشتاك حلقتنا شهد اللي هو مهن تطمح للعمل بها كم متطوع لكسب الخبرة ولماذا؟ برأية الشهد شنو هي المهن اللي ممكن أنه تزيد الخبرة؟ شوفي أنا أحس أي شيء يعني مثلا خلني نقول أنا أشتغل بالتسويق والتسويق عبارة عن شنو؟ عبارة عن أفكار دعائية فممكن أنه أنا أتدرب بشيء إلى خاص بالإعلانات أنه أتطوع بشيء بمكان إلى خاص بالإعلانات كإنترنشيب خلينا نقول غير مدفوعة ممكن يكون شيء علاقة بالتسوير لأن التسويق جزء من التسوير ممكن شيء علاقة بالفاشن ممكن شيء علاقة بالإنترير ديزاين ممكن شيء علاقة بأي شيء إبداعي فأحس يعني لازم نكون ملمين بهوائي أمور تخصي المجال اللي نعمل به يعني ويقدر يسوق نفسه بطريقة صحيحة أن يشتغل على ذكاء الاجتماعي ذكاء العاطفي ذكاء في العمل تطوير المهارات في العمل ويمكن أنه الواحد يكون عنده الذكاء العاطفي والعملي الزايد على اللي يزور بحيث أنه يتقبل كل التغيرات اللي حوله يتقبل العمال الجديدة يتقبل حتى التفاصيل الجديدة اللي يصير في الشغل لأنه كل شخص يقدر يكون فليكسيب المرن بالعمل وبعد المثل ما ذكرتي فكرة أنه نسوق لذاتنا هي فكرة جدا ناجحة رولة في جميع المجالات لأن أنت شنو واتشن تشتغل راح تحتاج أنك تسوق ذاتك فكل ما زدت شهادات وخبرات لنفسك هل شي راح يرفع من مكانتك مهما كان عملك يعني يكون ناس يحبون يقعدون حتى إن كان هو مثلا يشتغل طبيب يقول لك أنا طبيب ولكن دارسترجمة ومتدرب هنا ومتدرب هاكلها أمور ترفع من قيمتنا العملية أكيد شهد من هذه المواضيع ونقاشات الحلو لنتقل لضيفنا لليوم مع كترة تقليد المنتجات الفاخرة والماركات العالمية أصبحنا من استطيع نفرق بين المنتجات الأصلية والتقليد ومؤخرا ظهرت التكنولوجيا وتطبيقات الذكاء الاصطناعي بإيجاد الحلول لهذه المشكلة فكيف يمكن توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتوثيق المنتجات هذا ما نحن نتعرف عليه من ضيفنا الكاتب والخبير الاقتصادي سائد الزين مباشرة من لندن يصعد صباحك وأهلا بك صباحنا صباح الخير ستراويا صباح الخير يا أهلا بك بالبداية خلينا نتحدث عن شون الواحد يقدر يوضبط التكنولوجيا على موض يحمي المنتجات الفاخرة اللي هو يقدمها كمستثمر نعم مثل ما ذكرت في الأونية الأخيرة أو هذه مشكلة تواجه كل منتجي أو مصنعين المنتجات الفاخرة دائما هي التقليد التقليد والتزوير الآن هناك ثورة كبيرة في عالم التكنولوجيا ثورة الكتا المتسلسلة أو البلوكشين الآن عدد متزايد من الشركات اللي بتنتج منتجات الفاخرة يضعون يقومون بتصميم بصمات إلكترونية شفرات إلكترونية متوافقة مع المنتج لمنع تزويره ولتثبيت الملكية على سبيل المثال أنت مثلا اشتريتي حقيبة حقيبة يد فاخرة جدا غالية الثمن كيف تطوانين أنها أصلية من هرميس مثلا الحقيبة تأتي مع بصمة إلكترونية باسمك بمواصفات المنتج بتاريخ تصنيعه لا يمكن لأي أحد أن يزوير هذه الحقيبة أو يستنسخها أو يدعي أنها له فهذه الآن التكنولوجيا بدأت بالانتشار لكن بشكل بسيط لكن أتوقع أنها ستأخذ حيث كبير جدا من هذا العالم خلال سنة أو سنتين إن شاء الله بإذن الله سيد سائد سؤالنا إليك أيضا كون هذه الثورة التكنولوجية عابرة للحدود والقارات مثل ما ذكرنا هل هذه الثورة التكنولوجية وصلت للعالم العربي برأيك؟ ليس بعد لكن الشركات المصنعة للمنتجات الفاخرة طبعا لديها زبائن في العالم العربي ولديها زبائن مهمين جدا في العالم العربي فأكيد ستصل هذه التكنولوجيا للعالم العربي هناك شركات بدأت في تقديم هذه الخدمات لكن عبر فروعها في العالم العربي مثلا في دبي في السعودية لكن أتوقع أنها ستصل قريبا لأننا نعيش في عالم متكامل قرية صغيرة فما يحدث في أمريكا أو في بريطانيا سيحدث في دبي في الخليج عن قريب فأعتقد أنها ستصل قريبا جدا طيب سيد سائد من يستطيع يستخدم هذه الخاصية لأنه بعض الأشخاص من ممكن أن يكونوا مستثمرين واصلين بالسوق من ممكن أن يستخدمون هذه التقنية ولكن الأشخاص العادين أو حتى المستثمرين العادين هل من ممكن أن يصلون لهذه التقنية؟ نعم طبعا طبعا هي متاحة لكل شخص لكل شخص يملك منتجات فاخرة حتى ليست هي مرتبطة فقط في المنتجات الفاخرة بالحقائب أو بالساعات هي أيضا مرتبطة بكل شيء أنت تريدين أن توسقي ملكيته وخصائصه حتى الآن البلوكشين دخلت في عالم العقارات الآن عقارات يتم توسيقها عن طريق البلوكشين نعم يعني هي شاملة لكل شيء وأي شخص لديه منتجات أو يعمل في المجال منتجات معينة أو منتجات فاخرة أو عقارات أو حتى سيارات بإمكانه توسيق ملكيته عن طريق البلوكشين عن طريق ست هذه التقنية كما قلت تعطيكي بصمة إلكترونية خاصة بالمنتج الخاص فيك طيب أستاذ سائد برأيك هل البلوكشين مستقبل قوي هذه التكنولوجيا الجديدة هل لها مستقبل قوي نعم أعتقد نحن نشهد الآن ثورة حقيقية في هذا العين مجال ثورة حقيقية مثل الثورة الصناعية مثل البدايات الدخول الكهرباء واختراع الأشياء الكبيرة في عالم الإختراع التليفون أعتقد أنها سيكون لها مستقبل جدا كبير أفاة العمل في مجال المنتجات الفخرة وهي أفاة التزوير والتقليد فطبعا لها مستقبل كبير جدا حلو طيب سيد سائد هل من الممكن أنه هذه التقنية يعني كل تقنية جديدة نحن نأخذ فترة معينة من الزمن على مدى نثق بها في حال كانت من خلال المستثمرين أو من خلال الأشخاص المستهلكين فهل من الممكن أنه تمطينا بعض النصاح اللي نحن نقدر نستخدمها اليوم كمستثمرين وأيضا كمستهلكين من نفس الوقت أنه شون نقدر ندخل لهذا العالم وهل من الممكن أنه يوجد إجراءات معينة الواحد يسويها قبل يستثمر قبل يخترق لهذا جديد نعم أولا أي شخص يدخل هذا العالم على عالم البروكتشين كل ما تحتاجين هو محفظة محفظة إلكترونية توثقين عليها ملكيتك للأشياء التي تشتريها طبعا ستحصل على توكن أو رمز أو شفرة ستنتقل إليك إلى محفظتك هذه توثق ملكيتك فأي شخص عنده أبسط مبادئ لابتوب يكفي لابتوب أو جهاز كمبيوتر أو حتى الموبايل بإمكانه يدخل في هذا العالم لأنك لا تحتاجين أنت كصاحبة منتج أو كمستثمرة لن تحتاجي أن تكون ملمة بعالم الخوارزميات والشفرات وكيفية كتابة الكودات لا هو سيكون جاهز لك أنت ما عليك إلا فقط أن تخزينه عندك في المحفظة الخاصة فأي شخص يستطيع أن ندخل هذا العالم هو متاح للجميع طيب بمؤمنت تتكلم عن المحفظة الذكية أو محفظة التي نستطيع نضع بها كل استثمارات هل هناك طرق معين أن نستطيع نحمي بها هذه المحفظة وليس مخاطرها نعم نعم طبعا أهم شيء في كل شيء له علاقة بالعالم الإلكتروني العالم المفتراضي هو أن تكون ملمة بقواعد الحماية حماية هذه المحافظة طبعا هناك شفرات كبيرة جدا هناك كلمات سر معقدة جدا خوارزميات تحمي هذه المحافظة هناك عدة خطوات تطميم بها حتى تستطيع الدخول إلى هذه المحافظة وما بعرف اسماته الأخبار هناك بعض الناس لديهم ملايين في هذه المحافظة نسوا كلمات سر ولم يستطيعوا الدخول إليها واستعانوا بخبراء برمجيات للدخول إليها فاختراقها أمر جدا جدا صعب أمر يكون مستحيل فبسبب تطور هذه التكنولوجيا جعلت عملية اختراقها جدا جدا صعب نعم فهي آمنة بشكل عام آمنة نعم الخبير الاقتصادي ساعد الزين شكرا لوجودك في صباحنا معلومات كل مهمة وإن شاء الله يربي كل المستثمرين وكل المستهلكين الذين سمعوا حلقتنا اليوم يكونوا نستفادوا شكرا لك شكرا جزيلا شكرا نرجع نذكر مشاهدين انه الواحد من يمكن ان يخلي أي برودكت إلا بصمة ولكن البصمة الشخصية كشخص انت كبرودكت كسلعة انت ممكن ان تسوق نفسك إليك بصمتك الخاصة دائما مثل ما نحكي عنه وشاهد قبل شوية انه الواحد لازم يطور من نفس يطور من مهارات تعلم وتكون عند القدرات الكافية يتحكم بأي مهنة من يمكن انه اتصادفه أو يحب انه يتعلم طبعا حتى بالمجال الذي يتكلم عنه السيد سائد نحن ممكن ناخد دورات بهالشي صحيح نتطوع بالعمل في شركة من الشركات أو حتى مع اشخاص مثل السيد سائد ممكن تشتغل كمساعد إلى مثلا غير مدفوع تتعلم المهنة تتعلم عن هذه التكنولوجيا جديدة تفهم بها بهالطريقة رح تحمي نفسك تحمي البرودكت ماتك تحمي أي شغل انت تقرر انه انت تشتغل به فهي كل ما تتطلع تكنولوجيات جديدة وكل ما تصير أمور جديدة نقدر نحمي بها نفسنا وبسوق العمل تطينا فرص جديدة للتطوع في أماكن جديدة صحيح شاهد من هذه المواضيع خلينا البصمة الفنية والذوق الجميل هي أساس تمييز كل فنان وهذا اللي تميزت بي المصممة مصممة الأزياء بشرة في تركيا حيث انها حرصت على تصميم العبايات بطريقة عصرية وبطابع عربي أصيل فقد عملت على تقديم الدورات والورش التدريبية لتعليم الخياطة وتصميم الفساتين بطرق مميزة خلونا نتعرف على قصة نجاحها وتصاميمها عبر التقرير التالي وراجعي لكم أكيد موسيقى 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 أنا بشرة بصمة أزياء بكالوريوس إعلام بداعة التلفزيون بنتي هي كانت هواية فصارت مهنة مثل الطفولة يعني باهتمد الخياطة والتصاميم فشوي شوي نبيت هذه الهواية عندي فصارت هسا مهنة عندي حاليا أنا مصممة أزياء بس اختصاص عضايات خليجية وإسلامية إضافة إلى بعض الخياطات الخاصة مثل الفساتين السهرة أو الفساتين حتى الأعراس بس هاي التصاميم خاصة يعني إضافة إلى أن أطي دورات أونلاين أو حضوري هم أنطي دورات ورجتي ببيتي حاليا بسويتها التصاميم مالتي أول مرة أصب بالتصميم الأريدة بعدين أنا أروح أجيب الأقماش اللي يرهم لهذا التصميم وراها آخذ القياس يعني صراحا أسوي القياس السايز اللي كل تنبسه يعني فأصممها وأخيطها إضافة إلى الأكسسوار الأنزل يعني من الأليف إلى الياء موسيقى موسيقى العبايا الخضراء أخذت بلوه فكرة شلو القفطان اشتغلنا على العبايا فضفت لها الأكسسوار هي تصلح للبناصبات والسهرات يعني الحلوة فبن سويتها طلعت ب سايل حلو بشي جديد يعني إضافة إلى شغل العبايات أنا اشتغلت الفساتين طلب خاص بصراحة يطلبون من عندي خاص أنا ما أشتغل يعني كعرض بأي محل أو شي أشتغل خاص عندي زبائن خاصة الفستان الأحمر هو طلب زبونة بصراحة أنا منطيت هالفكرة عندي سويت بهيئة يعني الموديلات الدرجة هناك تركية تقريبا الدزال التركي يعني فاشتغلنا بشغل يدوي التطريز ما أنت كل شغل يدوي بالخيط الذهبي إضافة إلى بعض الإضافات مثل الطانات أكثر من الطانة لأنه هو شكل مثل ملكي نقول القديم يعني الستايل القديم يعني فطلعت بالشكل حلو وستايل حلو وحبو بصراحة أشتغل وحبو ملكي وحبو ملكي وحبو بشكل راضي على عملي لأن تصاميمي كلش حلوة وبيها بصمتي بصراحة إضافة إلى عني قوليتي أشارك المعارض الدولية كلش يعجبني يعني رأسي طبعا احنا فخورين بالبشرة وفي العمل الذي تقدمه وإضافة إلى الورشات التي تسويها لكل البنات التي يحتاجون أن يدربون في عملية الخياطة التصميم التدريز هذه الأشياء البسيطة أو التدريبات البسيطة لواحد من يمكن أن يأخذها فعليا تغير منظورها وتغير طريقة عملها طبعا شكرا أي شهد؟ أكيد رولا مثلما ذكاتي هي همين الدورات التي تسويها همينة ممكن يكون منها جزء عمل تطوعي يعني ممكن أن تذهب إذا حابت تتعلمين مهنة الخياطة مهنة تصميم الأزياء أو حتى تفهمين بأنواع الأقمشة المختلفة ممكن أن تذهبين فترة تشتغلين عمل غير مدفوع مع مصاميمات أزياء مثل بشرة أغواية أو مثل بشرة بالعراق وبكثير من البلدان أكيد ستتعلمين مهنة جديدة ومنها تنمين مهارات ومنها همينة تستثمرين الوقت بشي حلو وأكيد نذكر مشاهدين بالكيو آر كود اللي رح يظهر لكم على الشاشة تشاركونا آراءكم في سؤال اليوم اللي هو هل تعتقدون أنه العمل التطوعي مهم على مدء تنمون مهاراتكم في أماكن معينة شاركونا آراءكم على الكيو آر كود منتظرين تعليقاتكم ومشاهدين ولكن قبل أن نشوفوا التعليقات خلينا نروح للأخبار مع ماهر يصعد صباحك ماهر يصعد صباحك رولا شاهد صباحك ماذا محضرنا لليوم؟ مجموعة أخبار نحو العالم هذا الصباح وهذه النشرة خلينا نتابع إذن أسعد الله صباحكم ومشاهدين إلى هذه المجموعة من الأخبار إذا تحولت جزارة العشب المتواضعة إلى سيارة سباق تحمل لمدة إثنتين عشرة ساعة وانطلق أكثر من أربعين فريقاً من حقل على مشارف بيترسفلد في هامشاير جنوب إنجلترا ليلتفوا حول مسار تم بناءه للسباق بسرعة خمسين ميلاً في الساعة على جزارات مصممة خصيصاً لهذا الغرض بدت الأسود في حديقة حيوان أوريغون كأنها نجوم تمثل فيلماً خاصاً بها حيث قاموا بسرقة كاميرا مخفية تم تركيبها في حضيرتهم وشرعوا في خدشها وحملها والتثاؤب بداخلها وأفادت حديقة الحيوان على فيسبوك بأن حراس الحديقة قاموا بإغفاء الكاميرا في الحضيرة لكن في غضون أيام عثر عليها الأسودة في إطار جهودها للحد من خطر دخول الحشرات الصغيرة إلى البلاد نشرت كوريا الجنوبية كلباً مدرباً على افتشاف بق الفراش في مطار إنشتون الدولي مع عودة الرياضيين والمسؤولين والمشجعين من دورة الألعاب الأولمبية في باريس ويقود الحملة كلب يبلغ من العمر عامين يدعى سيكو والذي أظهر لوسائل الإعلام قدرته على اكتشاف بق الفراش في حقائب السفرة احتشد العشرة من صيادين وعشاق الموسيقى التقليدية من جميع أنحاء قرغيستان بالقرب من بحيرة إيسيك كولا الشهيرة لحضور مهرجان سالبورون التقليدي وتم السلهام المهرجان من احتفالات الصيد التي أقامها النبلاء في العصور الوسطى لكنه حالياً مخصص في الغالب لعرض مهارات المشاركين وحيواناتهم الأليفة التي يستخدمونها في الصيد والاستمتاع بالموسيقى الشعبية حول رجل الأعمال البوسني حليم زوكيتش حلمه إلى حقيقة بعادة إنشاء لوحة الرسام بانكوخ ليلة النجوم كحديقة طبيعية وبعد شراء هكتارين من الأرض في وسط أتلال المتموجة في وسط البوسنة قبل عشرين عاماً قام زوكيتش بتوسيع الملكية إلى سبعين هكتاراً وقرر تطوير حديقة أو الحديقة لتصبح ذات طابعاً كليلة النجوم وهي اللحظة التي قال إنها حددت بقية حياته اتخذت السلطات في مدينة البندقية الإيطالية السياحية عدداً من الضوابط للحد من تأثير الحشود على المدينة الساحلية وتم تخفيض حجم المجموعات السياحية إلى خمسة وعشرين شخصاً كما أعلنت السلطات المحلية في المدينة حضرت استخدام مكبرات الصوت من قبل المشهدين السياحيين في إجراءات تهدف للحدي أو لحماية سلام السكان وضمان قدرة المشات على التحرك بحرية أكبره عراقياً وجهت مفوضية حقوق الإنسان في البصرة نداء جديد لاتخاذ خطوات فورية وتقليل مسببات التلوث بعد ورود تقارير عن تزايد الإصابات بأمراض السرطان ويقول ممثل وجهات تتعلق بالصحة والبيئة أن الأطفال وكبار السن هم أكبر المتضررين من التلوث البيئي جراء حرق المشتقات النفطية في ميسان تضاربت الأراء في هذه المدينة التي يعتبرها البعض عاصمة التوكتوك أو في العراق حول جدوى انتشار وسيلة النقل الأرخص هذه بين مؤيد لتشغيل شباب ومنتقد لتشويه منظر المدينة يقول مواطنون أن أغلب سائقي التوكتوك لا يلتزمون بقوانين المرور وأن أغلبها غير مسجل أصلاً في محافظة تسجل سنوياً في الحوادث المرتبطة باستخدام التوكتوك ختم هذه الجولة السريعة من الأخبار عودة من جديد إلى رولا وشهد شكراً إلىك شكراً يومك سعيد نرجع نذكر مشاهدينا في حال حبة وإنشوف الفقرات سابقة من صباح الشرقية كونين قدرون أن يذهبون إلى الـ QR code يطر أسفل الشاشة سيأخذون مباشرة لصفحتنا عبر اليوتيوب يمكنني أن تابعون كل ما فاتهم سترجع نذكرهم في هاشتاغنا أكيد طبعاً هاشتاغ الحلقة مهن تطمح للعمل بها كمتطوع لكسب الخبرة ولماذا وصلتنا الكثير من التعليقات على صفحة انتجرام الشرقية والكثير منها كان مثلاً أنه يريدون يتعلمون أشياء بالصيدلة لأنه الشخص كاتب هنا أنه ما يفهم بها شيء ويحس أنه هو يريد يفهم بها كل شيء حلوه لأنه الأدوية إذا عندنا أطفال ممكن أنه نفهم بها قبل ما ننطيهم أيدوه صحيح هناك أشياء تفاصيل صغير مننا ممكن حتى إذا ما كنا نعمل بهذه المهنة ستفيدنا بحياتنا اليومية أيضاً أكو شخص كاتب أنه يريد يشتغل بأي شيء خاص بمساعدة الناس المرضى الطب المستشفيات مساعدة الناس المرضى وأنا أشوف هذا شيء كل شيء حلوه أولاً أنت رح تكون دا تفيد المجتمع أنت بعملك التطوعي هذا مو بس دا تكسب خبرة ودا تزيد من معلوماتك في هذا المجال وأنا ما دا تفيد المجتمع دا تختم الناس وهشي أكيد أجر عظيم وأنا أشوف أحلى شيء لما نكون العمل التطوعي يجمع ما بين الأجر خلي نقول أنه أنت دا تساعد الناس والمجتمع وما بين أنه أنت دا تزيد خبرة لذاتك من هذا التعليق الحلو شهد تعليق ثاني من ضحة كاتبة كم متطوعة أحب أن أكون متطوعة في حماية الحيوانات من أذية البشر لأنه هادي نشوف فيديوهات تنتشر بأعلى مواقع التواصل الاجتماعي في أذية كمية كبيرة من الحيوانات فياريت أنه أقدر أطوع بمكان معين يحمي هذه الحيوانات من الأذية أيضاً البرمجيات والتصوير على الخشب والخياطة يعني نفسي أتعلم الخياطة وكلش أحب هذا المجال هذا التعليق كاتب تندى وياريت أنه أكو دورات معينة أو حتى دورات تطوعية من الممكن أنه أنا أشارك بيها طبعاً أكو الكثير من الدورات التطوعية أو حتى دورات التعليم بالخياطة وغيرها من المجالات أو اللي كانت تريد تساعد الحيوانات وهذه الأمور الكهواية بالعراق لازم تساوون بحث بس أنا أعدكم أنه رح تلقونه وإذا من متابعين أكو جهات مختصة بهذا الموضوع أكيد نتمنى أن تتواصلون من الناس اللي حابين إشاركوين بهيتي مجالات كرولا عملي كيف تطوعتين؟ يعني من شلت أصغر عمراً إيه؟ ورما تخرجت من الجامعة وكان هذا الموضوع بالنسبة لي لأنه أنا خرجت بيزنس ولكن التطوع صار على منطقة مختلفة تماماً أنه شون الواحد يقدر يستثمر ويستثمر بأماكن خليناً جداً كبيرة فالخبرة اللي كانت هي مدة ثلاثة شهر ولكن اختلفت معايري تماماً تعلمت الاستثمار تعلمت شون أقدر أتعامل مع الأشخاص أنه ممكن أن يكون عندهم الباور بالتحكم بالأشياء اللي موجودة بالسوق بالاقتصاد فهذا الشيء يعني زاد من خبرتي وبنفس الوقت خلاني أتحمس أكثر أن الواحد الشون يقدر يسوق مو بس نفسه الأشياء اللي حوالي وحتى أنه ممكن أن يكون فلكسيب المرن أكثر بأنه يتعلم شغلات جديدة فهذا الشيء كان مفتاح أنه تعلمت قانون تعلمت أنه القوانين وتعلمت هواية أشياء أخرى بالنسبة لك أنت شهر أي أني الطواعد صراحة في أكثر من مكان أكون عندي تطوعات خيرية ولليوم كل فترة أحب أسويها بس الطواعد فترة طويلة باليونيتد نيشنز صراحة الطواعد عندهم فترة اشتغلت كإنترنشيب بعد هو كان جزء من تخرجي خلينا نقول كان من تطربات التخرج أنه أشتغل في مكان في وقت أشتغلت بين يونيتد نيشنز وكانت من أحلى فترات حياتي حلو لأنه كان عمل مرضي نوعا ما على الصعيد الإنساني وعلى صعيد العملك حلو واحدة من التعليقات التي شفتها شاهد أنه الواحد شون يقدر يطوع بدون مردود مادي هذا المردود الذي نريد نسويه أو نروح نطوع على مودة هو مردود معنوي أكثر لتطور النفس إذا كان هذا مثل ما ذكرت الشاهد أنه إذا كان هذا عمل تطوعي خيري فهذا مردود للنفسية فمو شرط أنه كل شيء لازم يكون مقابل المال بالأخص بالأشياء اللي تخص الخير تخص أعمال الخير من هذه المواضيع مشاهدين ننتقل لخبرنا المنوعة لليوم للجمال معايير عدة وبنسب متفاوتة وهذا الذي جعل أمرأة صماء تتوج كأول أمرأة أو كأول ملكة جمال صماء في جنوب أفريقيا فبالرغم من اختلاف نسبة المؤهلات التي تمتلكها لكن هذه الفرصة إجتها وصارت ملكة جمال أفريقيا وبرغم التحديات التي واجهتها ولكنها نجحت ونالت اللقب في المسابقة حيث تم تشخيص إصابة لورو البالغة من العمر 28 عاما بضعف شديد في السنة عندما كانت تبلغ من العمر سنة واحدة فقط وقد خضعت لعملية زرع قوقع صناعية لمساعدتها على إدراك الصوت وأصبحت الآن ميا هي أول صماء تتوج كملكة جمال بجنوب أفريقيا فقد أكدت ميا أنها تأمل بمساعدة النساء اللواتي يشعرون بأنهن مستفعدات من المجتمع على تحقيق أحلامهن الجامحة تماما مثل حالتها وكانت ميا قد أثارت جدل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي لعدة أسابيع حيث شكك كثير من الناس بما في ذلك أحد الوزراء في حقها أنه هي تمثل البلاد ولكن أنه ممكن أن تكون الموضوع مشكوف بأمر أنه هي تسمع ولكن هي واجهة هذا الشيء وفازت كملكة الجمع طبعا هذا الموضوع يطبق على كثير من النساء سوف أفريكا لا يستخدمها لكن الشباب لنظرها مما يت甚بر أنها هي تنظر سعر أنها هي تريد سعرها وكان تراثولنا سعرها 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 اشتركوا في القناة 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 أكيد أكيد زين وتام الله فقراتنا انتهت من استوديوهاتنا في دبي مستمرين متعمعين وياكم من استوديوهاتكم في أربيل شكراً لكم اليومكم سعيد يومكم سعيد ماذن الله شكراً لكم بنات شكراً لكم رولا وشاهد إذن صباح الخير عليكم من جديد مشاهدين وإحنا مكملين وياكم من استوديوهاتنا في أربيل ونذكركم بسؤالنا التفاعل لحلقة هذا الصباح مهن تطمح للعمل بها كمتطوع لكسب الخبرة ولماذا تقدرون شاكونا عن طريق الكوار كود الظهر أسفل الشاشة وتقولون لنا شنو هي المهن اللي انتو حابين تشتغلون بها كمتطوعين هلو هلو زين خلي نشوف بعض التعليقات الموجودة كلش أحب أشتغل بمجال التطوع بالإغاثة والطوارئ أيضا أحب أطوع في الدول الفقيرة وممكن أسافر مع المنظمات حتى أساعدهم حلو زين فهمنا تقول أني أحب شغل الإداري والإدارة فأحبيت أدخل بمنظمة في منطقتنا حتى أكسب الخبرة الكافية وبعدين أنطلق وأشتغل كشغل دائم وياهم كلش حلو يعني ممكن واحد يضرب عصفرين بهجر أنه هو يتعلم من هذا العمل ممكن مجال إداري أو غيره ونفس الوقت ممكن يسام في هذه المنظمات الإنسانية لأنه هو بتفكيره أنه لا يساعد ناس محتاجة بنفس الوقت خلنا نقرأ مزيد من التعليقات الموجودة حملات التشجير كلش أحب أشارك بيها كوني درسة هندسة زراعة وأيضا أحب أتعلم أكثر عن الأشجار والزراعة وأيضا أبادر بهذه المبادرات الإنسانية حلو حلو جدا مثل ما قلت تامي لأنه هذا الشيء همينا راح يخلينا أنه بالمستقبل يكون عندنا شغل أكثر سستينبل وهمنا يجهزنا لعملنا المستقبلي راح نروح مشاهدين وياكم إلى فقرة ضيفنا وهو إذا نحكي عن نفس الشيء نواحد يهي نفسه حتى يستقر ماديا جميعنا نطمح مشاهدين دوما لتحقيق الاستقرار المالي الذي يجعلنا نعيش حياة سلسة قادرين فيها على مواجهة كافة التحديات المالية والمصاعب ولهذا يلجأ العديد من الأشخاص إلى اتخاذ طرق عدة لزيادة كسب المال ولمعرفة أبرز الطرق الاتخار واتخار المال والحفاظ عليه استضفنا اليوم معنا بالستوديو نادر سعدون مستشار تأسيس وتطوير عمال الاتخار والاستثمار صباح الخير عليك صباح الخير عليكم وعلى سهل المشاهدين الكارم بداية إحنا طبعا نحن نحجي بموضوع كل شيء مميز خلنا نسألك هم سؤالنا التفاعل بما نحجي على الاستثمار وممكن من الأمور التي تدخل تحت موضوع الاستثمار المالي قبل أن نستثبر بنفسنا فشو رأيك بالأعمال التطوعية وشنو المهن التي تشجع عليها أو أنت تحبي نفسك أن تتطوع أو تتطوع في وقت يعني وحبيت أن تشاركها ويالمشاهدين صحيح على بداية العمل التطوعي هو ينقسم من قسمين الجانب الخيري والإنساني من هذا العمل والجانب الثاني الذي ذكره الأستاذ زين لموضوع اكتساب الخبرات والتهيئة لسوق العمل اليوم نحن ننصح أي خريج جديد يتوجه إلى الشركات التي تصب فيه ضمن تخصصه ويعرض خدماته التطوعية عليهم بهالطريقة هي بيكسب خبرات إضافية لأنه دائما الشركات تطلب خبرات للوظائف التي يعرضوها فالخريجين الجدد دائما هذه المعاناة الرئيسية لا عندهم خبرات فيقدر يشكل خبرات جميلة جدا عن طريق العمل التطوعي المجالات التي حضرتك ذكرتها أكثر مجالات هي حسب الشخص الشخص يعني شو طبيعة دراسه شو طبيعة الخبرات الأولية اللي يكتسبها اللي يكتسبها لازم يتوجه لشركات أو قطاعات تساعدوا في تقوية السيرة الزاتية مالدو على مود يقدر يقويها ويقدم على وظائف بهذا المجال ويحصل على وظائف بيبقى الجانب الخيري والإنساني هذا بظن ما فيه إنسان ما عنده هذا الجانب الخيري والإنساني ضروري العمل التطوعي بترسق بيعدد أشكال ممكن أنت لما تفضلت مساعدة الفقراء مناطق منكوبة ممكن أحداث كارثية تصير في منطقتك اللي أنت ساقني فيها أو غير مناطق والكثير من المجال ممكن حملات تشجير ممكن حملات نظافة حملات كثيرة وطرق كثيرة لأن واحد يقدر يستثمر بيها وأنه يخدم ضروري جدا عمل التطوعي ضروري جدا نادر إحنا من الخدمة التطوعية أو العمل التطوعي نروح نحكي شوية عن عملية الإدخار نحنا بحلقات سابقة نحكينا عن شون واحد ممكن يجمع الدولار صح وشون ممكن واحد يستثمر حسنا نريد نحافظ على هاي الدولارات التي جمعناها صحيح عرفنا شوية عن كيف ممكن واحد يحافظ على الأموال أو الاستثمار اللي هو أمسوي الإدخار جدا موم لأي شخص ولأي شركة ولأي دولة ولأي مؤسسة نعم أنت إذا ما عرفت كيف تدير عملية الإدخار ستصيبك أزمات مالية كثيرة كفرد نحكي كفرد اليوم هناك نظريات أساسية في عملية الإدخار خلينا نبلش فيها طبعا هي مقتبسة من الوسط اللي نحنا نعيشه بشكل يومي أولا مقاومة الرغبة للشراء كلنا لما ننزل على المول أو نسافر يعني أي إنسان عنده رغبة جامحة أنه يشتري يشتري كثير أشياء بس نحنا دائما ننصح أنه مقاومة الرغبة هاي لمدة دقائق أو ساعات أنت قاوم هالرغبة هاي بالشراء بعد ساعات رح تكتشف أنه هذا الشيء اللي كنت رح تشتريه ما ألو لزوم يعني دائما نحنا نسأل حالنا يعني شو رح يصير إذا مشتريت هاي القطعة وهذا المنتج وهذا البروداكت بمجرد سألت نفسك هذا سؤال رح تختفي هاي الرغبة فهي طريقة مهمة اللي يحفظ جزء من الأموال الطريقة الثانية نحنا بنقول للأشخاص اللي عندهم رأسمال صغير أنت إذا ما عندك عمل لا تشتري السيارة يعني بهاي العمل اللي أنت بدك تشتري فيها سيارة وتتفسح فيها أسس فيها عمل خاص نفس الوقت اللي عنده رأسمال صغير وما عنده عمل ما بنتوجه لنشتري بيت بنقول له أخي استأجر بيت أسكن بالإيجاب هاي المبلغ اللي أنت كنت راح تشتري فيه عقار بمبلغ معين استثمروا راح تطلع منه أرباح تغطي إيجار البيت وبالإضافة إلى زيادة رأسمالك كمان ننصح الناس الأفراد عدم تجميد الأموال في المنزل لأن الأموال المتجمدة في المنزل نتيجة التضخم اليومي أو الأسبوعي أو الشهري الحاصل اللي دا يحصل بالعملة فقط جزء من قيمتها فتكنيز الأموال في المنزل أيضا غلط كمان ننصح المقبلين على الإدخار والاستثمار الاستثمار في أنفسهم وفي تربية التعليم أولادهم يعني نحن دا نقول الشخص جد ما يستثمر بنفسه ويصرف فلوس على نفسه بالنهاية العائد على هذا الاستثمار أضعاف ما تم صرفه نين الاستثمار بالأطفال اليوم أطفالك استثمر بتربيتهم بتعليمهم حطهم بأفضل الأماكن هدول أفضل عائد على الاستثمار راح يرجعوا لك ورح يرجع لهم نفسهم يعني دائما أكررها أنت لما تترك عقارات وأملاك لأطفالك ممكن بعد سنة سنتين يصرفها ويبيعها بس أنت لما جهزت أطفال بعقلية المستثمر بعقلية الادخار لا أنت دا تبني شخصية هي راح تطور نفسها بنفسها وهي راح تبني ثروة لنفسها فهي مجموعة من النظريات اللي بتساعد على الادخار طبعا في غيرها كثير يعني فينا ممكن نحكي ساعات على هذا الموضوع صحيح نحن سحكينا فقط على الادخار ما حكينا على الاستثمار حكيت على الاستثمار بشكل عام أيضا يعني نصاح تفيد الاستثمار أيضا طبعا الكل يطمح أنه يكون عنده دخل شهري أكثر حتى يغطي نفقاته ويوصل لطموحه كل واحد إلى أهداف فبالتالي ممكن يحدث أهدافه يبدأ أول شيء بتحديد الأهداف فخلينا نحكي على الطرق الفعالة حتى واحد يزيد من الدخل الشهري صحيح المتأسيكي اللي هو الاستثمار بمجال العقارات اليوم الشخص عنده وظيفة ما عنده خبرات عالية بتأسيس أعمال وهيك فنحن بنصحه استثمر فلوسك بالعقار طبعا العقار كمان يعني العقار هو علم بحد ذات الاستثمار العقاري ما لازم يكون عشوائي تختار المنطقة الجغرافية الصحيحة تختار الشركة الصحيحة المطور العقاري اللي بدك تستثمر معه ننصح أيضا يفضل الاستثمار بالعقارات تحت النشاء لأن أسعارها بتكون أرخص لأن الشركات بالعادة بحاجة إلى سيولة نقدية فبتنزل الأسعار فمرحلة مرحلة السعر بيرتفع عندنا الاستثمار بمجال الدهب الدهب أيضا من الاستثمارات الآمنة يعني صحيح الأرباح مالتها ممكن يعني تطور بطيء فيها بس هي آمنة يعني على القليلة هي أفضل من بقاء الفلوس الطريقة الثالثة اللي مستثمر فيها هي الاستثمار في مجال الأسهم سواء بالشركات المحلية أو بالشركات الأجنبية الخارجية العالمية المعروفة كبرى الشركات طبعا نحن بالعراق عنا سوق العراق الأوراق المالية بس للأسف يعني نتيجة اختلاطي بالناس والشركات ما في فكرة واضحة عن الشركات المدرجة فيها عن أرباحهم ففي عنا ضعف بهذا الموضوع الطريقة الرابعة للاستثمار هي كل موظف بوظيفته إذا قدر يطور من مهاراته يطور من خبراته يكتسب خبرات جديدة أوتوماتيكيا رح يزداد راتب رح يرفع من راتبه و الوصف الوظيف في مالته رح يتغير الشركات اللي بيها سقف معين للرواتب يقدر هذا الشخص يلاقي عمل جانبي أو ممكن بارتايم مو عمل كامل يضيف من دخله الأشخاص اللي عندهم خبرات عملية و عنده جرأة انه يعمل عمل خاص ممكن بجانب وظيفته يأسس عمل خاص يستثمر الفلوس اللي هو عاملها حصلها عن طريق الادخار يستثمر هالفلوس هي بعمل جانبي ما يأثر على وظيفته وبالمقابل الوظيفة هي ما تأثر على هذا عمل خاص فهي أيضا من طرق زيادة الاستثمار و زيادة الأموال والأرباح ممتاز ناظر الحوار دائما معك ممتع هذا هو شيء وأعتقد المشاهدين من الشباب حتى الأقبار يستفادون من هذه المعلومات لأنه إحنا سلسلة كيف واحد يحصل على الأموال كيف يستثمر كيف أيضا يحافظ وأيضا يدخر الأموال فشكرا جزيلا لتواجدك اليوم شكرا لك شكرا لك شكرا لك إذن مشاهدين سألنا التفاعل لحلقة اليوم مهن تطمح للعمل بها كمتطوع لكسب الخبرة ولماذا دعنا نقرأ مزيد من تعليقاتكم اللي موجودة أيضا من التعليقات الموجودة أحب أتطوع بالمنظمات الإنسانية دعشوف هواي ناس حابين أن يشتغلون بالمنظمات الإنسانية شون عندك زين تعليقات رؤية همي لك هادبة أنا أحب المحاسبة وأطمح أن أكون أشغل بهذا المجال لهذا إذا يوم الأيام قدمت كمتطوع أحب أكون همي لدي أشغل بهذا المجال هذا كلش مهم تامل أنا واحد يختار مجال التطوع إذا ما كان شيء إنساني أنتو لا تساوه طوعا لكن كان شيء حتى أنتو تنمون من مهاراتكم تختارون المكان اللي أنتو تريدون تتوظفون بي أو على الأقل مجال اللي أنتو حابين تدخلون بي وتستثمرون بي بالمستقبل وتكونون تكتسبون الخبرة بهذا المجال أنا أحمد يقول أنا كلش أحب التعامل مع الأطفال بالتالي كلش أحب أشاركهم في الأعمال التطوعية اللي فعلا يعتبر استثمار بالنسبة لهم وتديد من ثقتهم بأنفسهم وتخليهم أشخاص أفضل طبعا على سيرة هذا الموضوع تقريرنا التالي رح يكون أكيد عن الأطفال فمرحلة الطفولة تشكل أرض خاصة لغرز المعلومات وأيضا تنمية المهارات الشخصية عند الأطفال وأيضا اكتشاف المواهب وهذا الذي استهدفته ورشة الروبوتات في البصرة والتي طالما منحت فرصة لتعليم الطفل على مهارة تجمع ما بين الميكانيك والكهرباء وأيضا البرمجة وخلال صناعة الروبوتات عبر البرمجة الصورية ودمجها مع تخصصات مختلفة في الحياة فخلونا نتعرف على هذا الورش وهذه الورشة أكثر عبر التقرير التالي من البصرة وراجعيكم زينب وليد علي طالبة طبعا مرحلة ثانية اليوم حبيت أشارك بورشة الروبوتات كبداية تعلمي للبرمجة عن شخص جدا متدع شفت بهاي الورشة صراحة فرصة على أنه تتعلم بالبداية البرمجة الصورية اللي هي البلوكس عن طريق برنامج اسمه ميكسدين هاي الورشة الحلو بها أن الروبوت كامل يكون تحت سيطرة الشخص نفسه تركيبه ميكانيكيا برمجته عمله إضافة إلى أنه أكون مسابقات بعدين ممكن تصير اللي هي غلوبول اللي هي عالمية إذا الشخص يكمل بورشاتهم التكميلية والتعليمية وشوفون بالشغف والمعببة الدفع عني أنه أدمج هذا الاختصاص برغم هو بعيدا يعني اختصاص اللي هو الطب العام التكنولوجيا والطب العام من زمان وإلها جذور مثلا الأطراف الصناعية السيرجري روبوتوكس اللي هي تطوم بالخياطة بالجراحات نفسها ويبقية الأطباء أو تكون تحت إشرافهم طبعا فعلى مدى الشخص يكون مقتدر على هذا الشي لازم يدرس الطب العام نفسه ويكون عارف بيها عن مدى ينطي أوامر صحيحة ودقيقة للروبوت البرمجة نفسها ممتعة يعني دائما نقولها أنه لا تخلي يلعب اللعبة خلي هو يصنعها وبالنهاية يعتمد على تعريف هذا الطفل للبرمجة يعني لما نعرفه عن البرمجة بهيتشوارشات سهلة وسلسة وصور توضيحية وتحت إشرافه راح يحس راح يعرف أنه متمكن ويتسهل على الموضوع ويحبه موسيقى 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 المنتخب هو نفسه قاعد يدرب الطلاب فإحنا مشاركين بها وعدنا نشاركة حصرية من 2017 فالخبرة موالتنا قاعد ننقلها من ناحية البرمجة والميكانيك والكهربائيات دعنا ننقلها كمشاركين كلاعبين بالمنتخب دعنا نشاركها للطلاب طلاب موجدين من عمر سبع سنوات الحد مراحل أولى بالكلية طبيعية موجدين كل الناس هذه الدورة أساسي أنه دخل الإنسان في شكل عام على ثلاثة عوالم أساسية الميكانيك والكهرباء والبرمجة فخلي الإنسان أو الطفل أو أي شخص يشوف هذا العوالم في شكل أساسي أدخل على ثلاثة أبواب فيعرفوا شين يحب أكثر وشين راح يسمر به وشين راح يطور أكثر فكل فريق عبارة عن ثلاثة أشخاص يشتغل مع ربوت واحد استفادنا يعني واحد يتعلم يعني نمي عقله على هاتش هاتش ناموذج يعني ذو واحد مثل هم سحاني الأطفال أربع ساعة قضي نقال فهيأثر على دماغهم بالمدرسة ونهائيا ما راح يستفادون شي من المدرسة فيكون يدخون هاتش مجالات يتعلمون شو صناعة الروبوت هذا يعني تكون من أول شي طونا صندوق كان بيهاتش ساية مربعات نحنا وشي فلتنا وانوش نصموك عنه لنا بدينا نشوف باللاب توب شو نركب الروبوت فبدينا نركب شوية شوية من أول شوية قام شوية بصعوبات بس يعني اذا واحد يستمر فهذا يصبح شي سهل جدا فريق العراقي للروبوتات في أولمبيات الروبوتات في رسي جلوبال اللي عندنا بيه شراكة حصرية لسنوات السبع الماضية وهي سنة الثامنة نشارك بهاي الفعاليات الدولية ارتقينا أن نجعل هذا الموضوع متاح محلياً حتى نجعل هذا النشاط متاح للأطفال واليافعين يتعلمون بالجانب الميكانيكي الجانب الألكتروني والجانب البرمجي من الروبوت وننفرد عن بقية الأنظمة التعليمية للروبوتات باستخدام البرمج الصورية اللي تجعل عملية برمج أشهر عقل الألكتروني اللي هو الأردوين ومتاح فاليوم احنا نتحدث عن مو فقط إنتاج أو صناعة روبوت بس هنا الأطفال راح يتعلمون بمستوى جامعي أنه يبرمج أي مشروع ذكي يريده ويكون مدخل موضوع الروبوتات ومدخل عالم التكنولوجيا والذكار الصناعي موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لحلقة اليوم اللي هو عن الأعمال التطوعية لكسب الخبرة شنو المجالات اللي تحبون تشتغلون بها ولماذا نقرأ تعليقات قبل من نروح لأخبار الصباح أفكار أحب أيضاً أتطوع في الأعمال الإنسانية أيضاً نفس التعليقات من التعليقات الأخرى في منظمات الشبابية والمشاركة في الحملات هذا التعليق مميز في الجامعات أحب أقدم الدروس الخصوصية مجاناً حلو سناها من أكاد أنا أحب مجال الصحافة والإعلام أحب يوم الأيام يكون عندي مجال لأنني أطوع بهذا المجال حتى أكتسب الخبرات الكافية لأنه جداً أحب وأحب أتخصص بيوم الأيام ممتاز إذن زين من هذه التعليقات خنروح إلى فقرة أخبار الصباح مع ديما يا سيد صباحك ديما صباح الخير تبه الله صباح الخير زين شون رأيتش بي سؤالنا التفاعلي اليوم أحنادا نحكي عن يعني واحد شون ممكن يختار مجال حتى هو يطوع به آمل أنه بالمستقبل يشتغل بهذا الدومين أو بهذا المجال والله بالنسبة إلي قطعت هذا الشوط والسهفة طوع سيرربة بيت وأقعد إذا رجعنا شوي فلاز لك سوينا إذا كان عندك المجال تختارين أفضل تطوع حاليا تطينيها أكون ربة بيت ربة بيت إذا فلاشبانك سوف تحصل على الأعمال البيئة آه شكرا تختارين أستميلها من أيضا نحن نحمها من المجال المميز شكرا لك ديما نسمع منك أخبار الصباح إذن صباح الخير على كل مشاهدي شاشة الشرقية وجولة بأخبار الصباح وأولها بالأسود التي كانت في حديقة حيوانات ريغون وكانت هي نجوم فيلمهم الخاص وصرقة كاميرا مخفية تم تركيبها بحضيرتها وبدأت ملامستها وحملها وأيضا حتى التثاؤب بها وبحسب منشور على موقع فيسبوك قام حراس حديقة الحيوانات بإخفاء الكاميرا في موطن الأسود الأسبوع السابق وفي غضون أيام عثر عليها الأسود بحسب الموقع الإلكتروني لحديقة الحيوانات فإن الأسود تشكل جزءا من معرض الحيوانات المفترسة يقول مخرجوء الفيلم الوثائقي بنات الذي يدور حول فتيات صغيرات وأبائهن المسجونين إنه أداة شفاء لموضوعاته وصانع تغيير للمجتمعات ويتابع الفيلم الروائي أربع فتيات سودوات صغيرات وهن أوبري وسانتانا ورازيا وجانا أثناء استعدادهن للمشاركة في رقصة بين الأب وابنته خلف القدمان يتعمق الفيلم بالبنات الذي أخرجها بانتون وناتولي راي في الضغوط العاطفية والإثارة التي تعيش الفتيات أثناء استعدادهن لرؤية آبائهن شخصيا وبعضهن لأول مرة منذ سنوات ويشارك الآباء في البرنامج الإلزامي لمدة 12 أسبوعا يتضمن جلسات علاج جماعي في الفترة التي تسبق الحدث كما يتم منح الرجال ملابس رسمية لارتدائها في الرقص بدلا من الزير الرسمي الذي تمنحهنهم الدولة في السجون انتهى برنامج تجريبي في كوبنهاجن لمكافأة السياح على إداء مهام مثل استخدام وسائل النقل العام وركوب الدراجات والمشي وجمع القمامة ويقوم منظمه بتقديم ما إذا كان أو تقييم ما إذا كان سيتم تمديد المشروع وعرضت حملة كوبنباي على أزوار حواء في استتراوح بين الطعام والشراب وجولات بالدراجات الهوائية كمكافأة على التصرف بطريقة صديقة للبيئة وشملت مبادرة كوبنباي 24 معلما وسياحيا وشركة في مختلف أنخاء المدينة بما في ذلك الحانات والمتاحف ومشغلي رحلات القوارب والدراجات مستطلال المتدحرج في وسط البوسنة نجح رجال الأعمال أو رجل الأعمال حليم زوركيش في تحويل حلمها الطويل إلى حقيقة بعادة إنشاء ليلة النجوم لفينست فانكوخ كمنتزح طبيعي وذلك بعد شراء هكتارين من الأرض قبل عشرين عاما حيث قام سوركيش بتوسيع العقار إلى سبعين هكتارا دون رؤية واضحة قبل ست سنوات مستوحى من وسارات الجرارات الحلزونية الشكل وقرر إنشاء حديقة ذات طابع ليلة النجوم وهي اللحظة التي قال إنها حددت بقية حياته وتضم الحديقة حوالي 130 ألف شجيرة لامندر وعشاب عطرية أخرى مما يشكل دوائر ودوامات ملونة عبر عشرة هكتارات ورسمت لوحة الليلة المرصعة بالنجوم في عام 1889 أثناء إقامة فانكوخ في ملجأ سان بولدي موسول بالقرب من سان ريمي في فرنسا وهي الآن معروضة في متحف الفن الحديث في نيويورد ويقول متحف الفن الحديث إن هذا العمل أعلنه عن تبني الرسم الحديث للمزاج والتعبير والرمز والعاطفة إذن بهذا الخبر تنتهي الأخبار المنوعة وهذه عودة إلى تمنى اللوزين إليكم شكرا ديما شكرا لش ديما المشاهدين أذكركم بسؤالنا التفاعلي اللي طرحنا ببداية الحلقة مهن تطمح للعمل بها كمتطوع لكسب الخبرة هواي منكم مالوا إلى العمل التطوعي في مجال البيئة والحفاظ على البيئة صح شنو عندك بعض التعليقات أيضا من التعليقات كلش أحب أطوى أن أشتغل بمستشفى أو القطاع الصحي من الأعمال الإنسانية أحسها السامية فأحب ممكن أشتغل بمجال رعاية مرضى المسنين وأيضا كيفية استقبالهم في المستشفى كلش أحب أمارس هذا المجال حلو يعني مثل التمريض والدكتور يعني ممكن شاركوا حياته هذا حزنه أكو تنويع بالأجيوه هذا شي جدا حلو تميل إذن مشاهدين رح نأخذكم لفقرة أخبارنا المنوعة لهذا الصباح لما نسافر ونستكشف بلد جديد غالبا ما يكون عندنا حب لتوثيق اللحظات الجميلة وخلق ذكريات حلوة لكن قبل هذا كله يجب أن نحترم خصوصية المكان ونعرف القوانين السائدة فيه والجهل في ذلك قد يوقعنا بمشاكل وتحديات تماما مثل ما حدث مع السائح البريطاني الذي ألقى ألقي القبض عليه مشاهدين قبل أيام وهو ينقش الأحرف الأولى من اسمه واسم عائلته على أحد منازل مدينة بومبي الإيطالية والتي يبلغ عمرها ألفين عام ففي لحظة جميلة كان يتنزه بها السائح البريطاني مع عائلته قرر كتابة أحرف العائلة ونقشها على حجر أحد المنازل الأثرية التي تتيح فرصة فريدة لمعرفة كيفية عيش الإنسان منذ ألفين عام وأكدت السلطات بأن ألقي القبض على السائح وتم تغريمة لدفع تكاليف ترميم الجدار كونه ألحق أضرارا بالتراث الفني وهي تهمة تنطوي على عقوبة محتملة بالسجن لمدة تصل إلى خمسة سنوات وفي حالته ولكونه سهم في تشويه المواقع التراثية فمن المحتمل أنه يتم فرض غرامات عليه تتراوح بين عشرة ألاف إلى أربعين ألف يورو تروحون إلى مكان تستمتعون وتسوون ذكريات حلوة حاولوا أنه ما تشوهون الطبيعة وهذا الجمال وهذا التراث الفني وهي دعوة إلى كل الأشخاص اللي يزورونها من مناطقنا اللي بيها المواقع الأثرية صحيح؟ فعلا زين هي مبادرة يعني مهمة حتى نوعي الناس أنه بعدم مثل ما قلت أن نشوه هاي الأماكن الأثرية اللي صار لها سنين وقرون ممكن من بابش الناس ما يعرفون بهذا الشيء لكن التوعية مهمة إذن مشاهدي من هذه التعليقات نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا لليوم صباح الشرقية نتمنى تكونوا استمتعتوا ويانا بهذه الحلقة ونشوفكم باتر بمواضيع جديدة مع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر